اشتركوا في القناة مرحبا حبايبي ان شاء الله تكونون بخير وياكم سيد زهراء معلمة اللغة العربية للصف الثاني من مركز تنمية الإبداع درسنا لهذا اليوم التعبير الكتابي مدينتنا مدينتنا أسكن في حي النور في مدينة السندباد الواقعة على نهر طويل عليه جسور تزدحم شوارعها العريضة بالناس والسيارات نهارا وفيها مصانع وبنايات عالية وأجمل ما في مدينتنا الحدائق العامة تزينها مصابيح الكهرباء والمآذن ودور العبادة والأسواق يشتغل سكان مدينتنا بالتجارة والصناعة يتعاونون على بناء الوطن بالمحبة والتسامح والسلام قرأنا في النص السابق يا أصدقائي كلمة مدينتنا فما هو اسم مدينتنا؟ نعم اسم مدينتنا بغداد بنى الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور مدينة بغداد ولبغداد تسميات عديدة مثل المدينة المدورة لأنها بنيت بشكل دائرة وسميت مدينة السلام تفاؤلا في إنها آمنة مطمئنة وكما تعلمون يا أبنائي إن بغداد هي عاصمة العراق بلدنا الجميل نرى في المدينة مصانع وبنايات عالية يتعاون سكان المدينة على بناء الوطن بالمحبة والسلام يبني الناس في المدينة دورهم من مواد البناء مثل الإسمنت والطابوق وغيرها من مواد البناء والذي يجم المدينة الحدائق العامة ودور العبادة والأسواق تزدحم شوارع المدينة نهارا بالناس والسيارات هل تعلمون ما هي اسم المدن الكبيرة في العراق؟ نعم مثل مدينة الموصل ومدينة البصرة ومدينة الأنبار وغيرها من مدن العراق الجميلة وأخيرا يا أصدقائي علينا أن نهتم بجمال مدينتنا وأن نرمي المهملات في سلة المهملات وعدم قطع الأشجار لتصبح مدينتنا أجمل لا تنسون أصدقائي كتابة الدرس مرة واحدة مع الحركات حسب القواعد التي تعلمناها للتعبير الكتابي شكرا لكم مصنع